أفادت إمارة منطقة مكة المكرمة أن الجهات الأمنية باشرت صباح اليوم حادثة اعتداء وصفته بالجبان أثناء حضور عدد من القناص لمناسبة في مقبرة الخواجات في جدة إمارة مكة أفادت بإصابة أحد موظفي القنصلية اليونانية ورجل أمن سعودي بإصابتين طفيفتين في حادثة اعتداء المقبرة المخصصة لغير المسلمين وكان الأمن السعودي ضرب طوقا أمنيا حول المقبرة بعد الحادث ويعود عمر مقبرة الخواجات إلى نحو خمسة قرون حيث تدفن فيها عدد من الجنسيات كما تحتوي قبورا لجنود بريطانيين وبرتغاليين